تكنو بلانيت انفرماشيون كليري نيت مرحبا بكم في كوكب التقنية متابعين الأعزاء متابعي قناة كوكب تقنية على اليوتيوب وكدر مجموعة كوكب تقنية على كل من الواتساب والفيسبوك أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد والذي سنحاول من خلاله استعراض تطبيق جديد للمكفوفين التطبيق مهمته قراءة العمولات هنا في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لكل من تواصل من قريب أو بعيد مع مطور التطبيق حتى تمت إضافة الدرهم المغربي فالشكر الجزيل لكل إخوة الذين تواصلوا مع مطور التطبيق والذي بحمد الله ونشكره كذلك من هذا المنبر على حسن استجابته وسرعة استجابته وإضافته للدرهم المغربي إذن التطبيق هو تطبيق مدفوع قيمته 18 دولار فاصل ربما 99 سنت أي ما يعادل 19 دولار ولكن نحن الآن سنقوم باستعراضه واستعراض طريقة الحصول على التطبيق في نسخته التجريبية لمدة 14 يوما ثم بعد ذلك بإمكان المستخدم أن يقرر إذا ما كان يريد أن يقوم بشراء التطبيق أو يعرض عن ذلك وإن كنت صراحة أنا أظن أنه كل من جرب التطبيق سيقوم بشرائه إذن أولا سأقوم بالدخول إلى التطبيق والذي قمت بتحميله لتو من على الأب ستور وسأضع لكم رابط تحميله كذلك في صندوق وصف الفيديو هذا هو سأضغط عليه هنا يُعطينا رسالة الترحيب يقول لنا مرحبا بك في كاشريدر إذن هنا يقول لنا هنا يقول لنا أن كاشريدر هو تطبيق بإمكانه التعرف على مجموعة واسعة من العملات البنكية ما عليك إلا أن تقوم بتوجيه الكاميرا إلى العملة البنكية وسيمكنك أن تسمع عملة أو قيمة العملة أو أن تحس قيمة العملة أو أن ترى قيمة العملة إن كنت ضعيفة بصر إذن سأواصل السحب إلى أن أجد إمكانية السماح له بالوصول إلى الأباري فوتو إذن سأضغط هنا سأضغط على هنا يقول لي إذن اختار العملة هو بالنسبة للبلد العربية يدعم مجموعة من العمولات بالنسبة لنا هنا في المغرب العربي يدعم العملة المغربية والعملة التونسية للأسف لا يدعم العملة الجزائرية ولكن يدعم العملة التونسية إذن أنا سأبحث عن الدرهم سنتعرض لي النقطة الأخيرة من ما قاله بعد أن نقوم بالتعريج على البرامتر هو مباشرة قال لي سيلكتشوني درهم مغربي الآن و هناك لأسأل أخبر في المغربي لا أذكر صراحة المعيار الذي اعتمده في تحديد الدرهم المغربي ربما بالاعتماد على الجي بأس أو بالاعتماد على غالبا سيكون على الجي بأس لأنه نحن ليس لدينا العبستور في المغرب حتى نقول أنه اعتمادا على البلاد التي قام المستخدم بربط الحساب يعني بتسجيل الحساب فيها إذن هو غالبا يكون قد يعتمد على الجي بأس إذن أنا سأختار درهم مغربي وأضغط عليها دغطتين هنا مباشرة يقوم بتحميل معطيات الدرهم المغربي حتى يتسنى من بعد استخدام التطبيق دون الحاجة إلى الانترنت هو يقوم الآن بتحميل إذا أردت أن أقوم بقطع التحميل إذن يقوم بتحميل دائما معطيات الدرهم المغربي إذن قال لي نجاح في تحميل معطيات الدرهم المغربي وتثبيتها في التطبيق العملة العملة الواحدة بعد ذلك سيصبح أو سيفرض عليك الشراء ولكن بإمكانك أن تقوم بتجربة النسخة الكاملة لمدة 14 يوما هذا هو الزر الذي يهم هنا يبدأ التجربة لمدة 14 يوما سأواصل السحر وأضغط على هذا الزر هنا مباشرة يأخذني إلى الأب ستور و عليك أن أقوم بإدخال كلمة السر للحساب أو أن أقوم بتفعيل touch ID إذا كنت قد ربط touch ID بحساب الأب إذن مباشرة بعدما قمت بوضع الأصبع على touch ID قال لي سانو هذا سانو بالأطس سانو آد سانو سانم سانم سانو جهر سانع هنا يقول لي ستنتهي بعد 14 يوما إذن أنا ما الذي سأقوم به سأقوم بإيقاف الانترنت إذن قمت بإيقاف الانترنت سأخرج هنا التطبيق إذن سأقوم بالدخول إلى التطبيق هنا سأقوم بحمل الورقة النقدية الأولى ووضعها أمام الكاميرا الخلفية للجهاز وسنرى ماذا سيقول إذن قال لنا ذا وأعطانا اهتزاز دون الحاجة لأخذ أي صورة ولا أي شيء سأبدل الورقة هذه ورقة أخرى إذن يقول ص وأنا ألاحظ أنه كلما كانت الورقة بعيدة عن الكاميرا كلما كان التعرف أسرع وحتى الاهتزازات تختلف بين العشرين والمئة الاهتزازات تختلف سنأخذ الورقة الثالثة دون الحاجة لأخذ أي صورة دون الحاجة لأخذ أي صورة أخذ أي صورة دون الحاجة دون الحاجة إذن هذه كل الفئات الورقية للدرهم المغربي إذن كما رأيتم التطبيق دقيق في تعرف على العملة النقدية إلى حد كبير سأعرج معكم بشكل سريع على إعدادات التطبيق هنا أخذ أي صورة إذا أرادت أن أقوم بإختيار أو بتغير الدرهم المغربي إذا أرادت أن أذهب الناسخة للكاميلا هذه change les couleurs بالنسبة للإخوة ضعيفي البصر يعطيهم الألوان مختلفة داخل التطبيق هذه بالنسبة للكاميرا الخالفية إذا ما كان هناك ظلام مباشرة بالدخول إلى التطبيق يشغل آليا جهاز لنطرش الذي يوجد في صندوق التطبيق يقوم التطبيق بإشعاله بشكل أوطماتيكي ويطفئوه مباشرة بعد الخروج من التطبيق وذلك لتحسين التعرف على العملة حتى في الظلام هذا البيب أو الرنين أثناء التعرف على العملة كذلك يعني يعني يتعذر على التطبيق تعرف على العملة بحكم أنه المصباح اليدوي يكون مضفع وهنا بقية الأشياء إذا أردنا أن نتقاسم رابط تحميل التطبيق أو أن نتواصل مع مطور التطبيق أو أن نقوم بتقييم التطبيق على الأبستور إذن إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الاستعراض أتمنى أن أكون قد وفقت في تقريب ميزة هذا التطبيق إلى أسماعكم وإلى أن ألقاكم في استعراض آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله